فالمعركة مستمرة المعركة مستمرة ولن نمل الحديث نحن في معارك متوازية في أكثر من مجال وأكثر من اتجاه في نفس التوقيت معركة ضارية ضد الإرهاب معركة ضارية ضد الفساد معركة ضارية ضد الإهمال الإهمال والفساد والإرهاب ربما يكون الإهمال أخطر من الإرهاب ربما كان الفساد أخطر من الإهمال وأخطر من الإرهاب الدولة المصرية الحالية الإدارة المصرية الحالية بتحارب في كل الاتجاهات لكن هل تحارب الدولة بمفردها؟ هل أخطأ وزير النقل اليوم؟ هل أخطأ رئيس السكة الحديد اليوم على الإطلاق؟ ربما كل ما تواصل إلينا وواصل إلينا من أخبار بتؤكد أنها أخطاء بشرية في المستويات الدنيا الوظيفية إذن المشكلة تكمن هنا المشكلة تكمن في الإهمال المشكلة تكمن في غياب الإحساس بالمسؤولية المشكلة تكمن في غياب الضمير المشكلة بتكمن في أننا ننسى كل ما جرى ونبدأ من جديد دون إصلاح حقيقي القضية أكثر من حادثة حدثت على طرق سكك حديد مصر أكثر من وزير تقدم باستقالته أكثر من مرثيات وبكائيات جرت في وسائل الإعلام لكن هل تم علاج المشكلة؟ هل تم علاج المشكلة جزريا؟ الإجابة لا لماذا؟ لأننا نحاول أن نصلح جزريا هناك من يقاوم هذه الإصلاحات الجزرية في كل الأحوال نتقدم بواجب العزاء لأنفسنا أولا ولهذا الوطن الوطن الذي يمسح اليوم يحاول أن يمسح دموع الألم والحزن من على خده هؤلاء الضحايا الأبرياء هؤلاء الشهداء الذين كان أحدهم يذهب إلى عمله إحداهن تذهب إلى عملها دون سابق إنذار هذه هي أعمار الله